بعد سنوات من الجدل استطاع مجلس النواب من تمرير قانون المحكمة الاتحادية باستثناء بعض المواد التي لا تزال محل خلاف وصف ترجيحات نيابية بحسمها تمهيدا لتمرير القانون تم التصويت على 21 مادة من أصل 24 مادة المتبقية هي ثلاث مواد تم الاتفاق على مادتين لن يكون هناك محل خلاف حول المادتين المادة 12 محل الخلاف سيكون هناك نقاش المادة الخلافية الوحيدة التصور سنصل إلى اتفاق مجلس النواب عازم ولديه الإرادة الكاملة على تشريع قانون المحكمة الاتحادية ومع التصويت على قانون المحكمة الاتحادية أبدى نواب اعتراضهم على بعض المواد كونها تم فيها إقصاء وتهميش الأقليات تم التصويت على عدة فقرات من قانون المحكمة الاتحادية ولكن نحن كنواب المكون المسيحي وصابي والتركماني لم نصوت على أي فقرة من فقرات المحكمة الاتحادية لأن تم تهميشنا بالمادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية التي تنص على تمثيل القضاء داخل المحكمة الاتحادية من جميع المكونات تمثيل أساسي ولكن تم تهميش وأقصاء الأقليات في هذه المادة أنه يوجد قاضي إن كان من المكون المسيحي أو صابي أو يزيدي ولكن لا يحق له التصويت في داخل المحكمة الاتحادية وهذا أقصاء وتهميش داخل المحكمة ويعتبر قانون المحكمة الاتحادية واحدا من القوانين المهمة كون المحكمة الاتحادية تعتبر الجهة الوحيدة التي لها الحق في البت بالقضايا الخلافية فضلا عن كونها الجهة الوحيدة التي لها الحق بالمصادقة على نتائج الانتخابات من داخل مجلس النواب لوكالة الداعي نيوز صالح العربية